اشتركوا في القناة تحديات المستعصية على المجتمع الدولي عمليات الهدم التوسع الاستيطاني والبناء المستمر الإخلاء القسري والتدابير العقابية الجماعية لن تجلب السلام المفاوضات البناء فقط بحسن نية والالتزام بالمعايير القائمة منذ أمد طويل والمتفق عليها لحل الدولتين ستجلب الحل المرغوب طويل الأمد سفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي الذي كان بين المجتمعين أكد على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل من حكومة المملكة وشعبها مع الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم الفلسطينية ذات الصيادة وعاصمتها القدس المملكة العربية السعودية لم تدخر جهدا منذ بدء الأزمة في فلسطين في دعم الشعب الفلسطيني ودعم نضاله وتطلعه إلى نيل حقوق المشروعة ولذلك فإن مثل هذه المناسبة هي يوم آخر تكرر فيه المملكة العربية السعودية بواقفها المبدعية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه نضاله المشروع لتحقيق آماله وتطلعاته في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف تزامن هذا اليوم مع أعلان مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية عن المنحة المقدمة من المملكة لوكالة الأونوروة بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دولار منحة تهدف إلى رفع معاناة أكثر من ثلاثة ملايين مواطن فلسطيني كانت المملكة العربية السعودية سباقة مع شقيقاتها دولة الأمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأخرى لمحاولة تغطية هذا العجز الحاصل في بيزانية الأونوروة وقدمت المملكة 50 مليون دولار وبذلك تم تقليص هذا العجز إلى حد أن بلغ اليوم حسب تصريح المفوضة العام حوالي 20 مليون دولار فقط بعد أن كان يصل إلى أكثر من 400 أو 450 مليون دولار هذه الإضافة من المملكة العربية السعودية هي امتداد لدعم المملكة للأونوروة عبر السنوات الماضية وهذا الدعم الذي بلغ مئات الملايين من الدولارات خلال الأعوام القليلة الماضية بحسب الأونوروة فأن توقيع المملكة على هذا الالتزام سيكون موجها للخدمات الأساسية في مجالات التعليم والعناية الصحية بالإضافة إلى الإغاثية وإذا أضيف هذا الدعم لما قدمه للوكالة من الصندوق السعودي للتنمية فستصل المملكة إلى ثاني أكبر المانحين للمنظمة هذا العام يعد هذا اليوم مناسبة للتأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية والدعم والتضامن الكامل مع شعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس حسين إبراهيم للإخبارية من داخل مقر الأمم المتحدة نيويورك اشتركوا في القناة